موسيقى موسيقى السلام عليكم اخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم ان شاء الله بعد الدرس السابق الذي قمته بشرحي البروكسي اتتني مجموعة من التساؤلات حول الVPN وعلاقته بالبروكسي وكذلك كيف يمكننا الاستفادة من الVPN دون ان نعرض حسابتنا وملفتنا الى الخطر اذا في هذا الدرس سوف نقوم بتعريف الVPN وفي اخر الدرس كذلك سوف اقوم بشرح تطبيقين خاصين بالVPN هما تطبيقين مجانيين يمكنكم الاستفادة منهما يوجد على جوجل بلاي يعني حساباتك الشخصية وكذلك ملفاتك ستكون في امان ان انت استخدمت هذه البرامج بالطريقة الصحيحة اخي الكريم اذا قبل البداية فسوف نقوم بتعريف الVPN ما هو الVPN؟ وهو عبارة عن شبكة افتراضية خاصة تقوم برنامج الVPN بتغيير عنوان الAP الخاص بنا بعنوان الAP السيرفر الذي تربطونا به الاتصال يعني يمكنكم الاتصال بأي سيرفر في الشبكة وبالتالي يمكنكم الحصول على عنوان الAP مختلف مثلا انتم تعيشون في لندن ويمكنكم الادعاء بانكم تعيشون في نيويورك بمساعدة برنامج الVPN فباختصار عندما تستخدمون الشبكة الافتراضية الخاصة لا يمكن لأحد ان يعترض بياناتكم ويستعملها كما لا يمكن لأحد ان يعرف اين موقع تصفحكم اذا هذه هي خلاصة تعريف الVPN اذا الان ساقوم بشرح التطبيقين لديني قمت بذكرهم في بداية الفيديو وهما تطبيقين اشتغل بهم شخصيا ولم اواجه اي مشكلة معهم لذلك قمت بترشيحهما لكم اخواني الكرام فبنسبة للبرنامج الاول هو ماست VPN هو على هذا الشكل نقوم بالدخول ثم هنا تظهر لمجموعة من الاختيارات لإبيات في مدن يعني وولايات متعددة فهنا مثلا ولايات امريكية ولدينا السويد وكذلك المانيا وفرنسا لندن ومجموعة اخرى فهذه الإبيات يمكنك الاستفادة منها ان كنت تشتغل في دروب شيبين اي باي مثلا او في تكريك نيتفليكس او مجموعة كبيرة من الامتيازات التي تقدم لنا هذه الإبيات لذلك نقوم مثلا باختيار ميامي ثم هنا كذلك تظهر لمجموعة من السيرفيرات نختار هذه مثلا اذا هنا كما يظهر لكم فجهازي ارتبط بهذه الولاية والإبي الخاص بالآن هو هذا اذا قد قمت بتغيير هوية الهاتف الخاص به وانا اخرج من البرنامج وسأشتغل بكل حرية ودون ان يتعقب احد مصاري وهوية الشخصية اذا هذا هو البرنامج الاول اما البرنامج الثاني فهو ميلان فيبين نقوم بالدخول اليه كذلك ثم من هنا نختار يعني الدولة التي اريد ان يظهر فيها هاتفي مثلا هنا كندا المانيا فرنسا ومجموعة كبيرة من الدول وكذلك امريكا فما يهمون هنا يعني هو المانيا فهذه الدولة يعني تعطينا بالنسبة لاصحاب اي باي فالحسابات التي يعني تظهر بمعلومات المانيا فهي يعني تكون مدة صلاحيتها اكبر لذلك نجدوا الاصدقاء يبحثون دائما على اي بي وكذلك بروكسي الماني للاستفادة منه فهذا البرنامج يقدم لكم هذه الامتيازات يعني بمجانا والجميل في هذين البرنامجين هو ان تحميلهما يكون من بلاي ستور اذا فهما ليس بهم اي يعني برامج دارة قد تؤثر على هاتفكم ولكن حذري اخواني فكما اقول دائما فعند استعمالك لهذه البرامج يجب ان تكون حذرا اخي الكريم اذا هكذا نختار مثلا كندا ثم ننتظر قليلا اذا هنا فانا مربوط بدولة كندا ويمكنني كذلك ان اتجول في المواقع المحضورة ان كان هناك موقع محضور لا استطيع الدخول بلاي بالأي بي الخاص بدولتي ومجموعة من الامتيازات الاخرى اترككم اكتشافها اخواني الكرام وكان هذا هو درس اليوم ان اعجبكم الفيديو ادعمونا بالضغط على زر احجاب ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء وان كانت هذه هي اول زيارة لك للقناة فلا تنسى ان تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك جديدنا اول باول اخواني الكرام اذا دمتم في رعياتي الله وإلى اللقاء